هسأل السؤال للمرة التانية والاخيرة هل شايف انت مصر هتتقدم بعد التعديل الاخير وان الجيش يمسك البلد لو انا قلتلك لا هتقول اخواني الاستوانة المعروفة المجيدة وطبعا انت واثق ان الاجابة ايوة ما انت شايف جيش بلادي 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 والحاجات دي ما انت منفوخ اغاني ما انت تم نفحك على 45 ان الوطنية هي الجيش سيبك بقى من كلامي وثيبك من كلامك حاجة ممدوح نخلي هيكل يجاوب ايه رأيك هيكل عراب 52 هيكل كان مع السادات لحد تاتة والسبعين او اربعة وسبعين هيكل اللي حاول يلزق في مبارك بعد كده في التمانينات هيكل اللي سمى السيسي رئيس الضرورة ده هيكل وده كتب هيكل ومن غير وانا مغمط كده نروح لصفحة 259 في الكتاب ده عشان الاجابة حاجة حسن عن السؤال هل مصر هتتقدم لما الجيش يمسكها نرجع لصفحة 259 في الكتاب ده صفحة 259 متين تسعة وخمسين معلش في الصفحة كتيرة فيه بيقول هيكل بالنص في الكتاب مفيش علماني ولا لبرالي إلا لما يعترف ان باني مصر حديثة هو مين محمد علي حد بيختلف العلمانين والليبراليين يختلفوا عن ده أسازة التاريخ الأستاذة اللي هي الرجل والاست دي اللي يمرت يحل فقراني أو جوز يحل فقراني تختلف على أن محمد علي باشا كبير هو مؤسس مصر حديثة نسمع هيكل بقى في صفحة 269 95 بيقول ايه بيقول إن مشروع محمد علي مشى بقدميه إلى الحافة الخطرة حين عجز عن التنبه إلى أن الدولة العصرية مش الكتاب ده أستاذ مش الكتاب ده خالص يا أستاذ ده كتاب تاني ده أسمت صف الدولة يا علي إلى محمد إن مشروع محمد علي مشى بقدميه إلى الحافة الخطرة مش الكتاب ده علي ما ده بقولك إلى أن مشروع محمد علي مشى بقدميه إلى الحافة الخطرة حين عجز عن التنبه إلى أن الدولة العصرية ليست مجرد جيش ذلك أن الدولة تستطيع أن تقيم جيشا ولكن الجيش لا يستطيع أن يقيم دولة عصرية والشاهد أن الدولة العصرية والجيش العصري محصلة موارد وقدرات شعب وشرعية حكم واستنارة فكر وتوازن طبقات وإدراق عميق لفكرة أن المجتمعات تعيد صياغة مستقبلها جيلا بعد جيلا بوسيلتين أساسيتين هما التعليم والتشريع ده كلام هيك يا حاجة ممدوعة مش كلام ينا أن الجيش لا يستطيع أن يقيم دولة عصرية لم يتنبه محمد علي إلى أن الجيش لا يستطيع أن يقيم دولة عصرية وأن المجتمع أهو والدولة هي التي تستطيع أن تقيم جيش عصري ده إجابة من عند هيكل هيكل اللي هو حبيب أهي الإجابة هي؟ اللي هو حبيب الأخ اسمه إيه ده اللي سمى السيسي رئيس الضرورة دي الإجابة عنده في صفحة 295 عشان تعرف مستقبلك إيه بعد الاستفتاء هل يستطيع الجيش المصري أو أي جيش أن يقيم دولة عصرية؟ لا الإجابة هنا لا الدولة هي التي تستطيع أن تقيم جيش عصري طيب والجيش العصري والدولة العصرية بيقوموا على إيه؟ على دعمتين التعليم والتشريع عشان كده بقول لحضرتك مش هيحصل الإجابة لا